ما هي أطول آية تحدثت عن النار وأطول آية تحدثت عن الجنة كلاهما يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البداية إذا أحببت أن نرى لوحات بكي يعيش معنا المشاهد الحقائق اليقينية ويعد بنفسه والله الجلسة كلها بركة وعلا ولدينا برنامج إحصاء القرآن الكريم موجود على الموقع يستطيع أن يتأكد من صدق هذه الأرقام بذلقاء هذا الكتاب المير بالنور هل يبشر آياته فيها الهدى أين المعاند ينظر والروح يقرأ وحياه في كل عصر يبهر وخاتم الكتب التي من عند ربي تبشر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكره جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله عمر النبي في القرآن هل ورد إشارات في القرآن الكريم إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاشه عليه أفضل الصلاة والسلام حقيقة سؤال يعني أعتبره مفاجأة إن وصلنا مع أستاذنا وضيف الحلقة إلى الإجابة على هذا السؤال دعونا بداية نرحب بدكتور عبدالدائم الكحيل مرحبا بكم في برنامجكم أنزله بعلمي وأنت معد البرنامج بطور بارك الله فيك وقبل ما نبدأ طبعا بهذا السؤال يعني عندي سؤال خفيف كده كمعد لهذا البرنامج لماذا اخترت أنزله بعلمي الحقيقة يعني هناك أسرار كثيرة في القرآن الكريم تجبرك أن تقول إن كل كلمة وكل حرف منضبط تماما مثل هذا الكون صدقت سبحان الله لو اختل حرف من حروف القرآن نقص أو زاد مشكلة وبالتالي أنت إذا تقرأ القرآن بطريقة التدبر الإعجازي يعني هناك قراءة تدبرية عادية عادية تفسيرية تشريعية لغوية أحكام لغة بيان إلى آخر نعم ولكن هناك قراءة إعجازية للقرآن سوف ترى في كل حرف معجزة وليس في كل آية في كل حرف سبحان الله من خلال عمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام الذي ورد الحقيقة بطريقة يعني أنا صدقا حتى الآن أبهر أقول كيف جاء هذا التركيب البياني أولا والرقمي يعني المذهل لابد أنه نزل بعلم وليس عشوائيا اخترت اسم البرنامج أنزله بعلم نعم وهو كلام الله تعالى لكن الله يشهد الله أكبر انظر عندما يشهد خالق الكون خالقك خالق الكون يشهد على أن هذا القرآن نزل بعلمه الله أكبر يأتي من ينكر هذا الإعجاز اختيار موفق لهذا العنوان الجميل لبرنامجكم نريد أن نعرف يعني هل حقيقة نعم نمسا أسلم مات على أصح الروايات والأقوال 30 سنة نعم يعني 63 عام هل ورد فعلا إشارات في القرآن لهذا العمر النبوي ليس مجرد إشارات بل حقائق يقينية كيف ولكن يعني ركز معي قليلا فضل دكتور القرآن الكريم يتميز ليس بمجرد الأرقام بل بالدلالات أيوة يعني أنا الذي لفت انتباهي مرة طرحت سؤال قادني إلى هذا الاكتشاف ما هي أطول آية تحدثت عن النار سبحان الله وأطول آية تحدثت عن الجنة جميل كلاهما يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه البداية سبحان الله إذا أحببت أن نرى يلط لوحات يعيش معنا مشاهد يعني نعم الحقائق اليقينية ويعود بنفسه والله جلسة كلها بركة ولدينا برنامج إحصاء القرآن الكريم موجود على الموقع يستطيع أن يتأكد من صدق هذه الأرقام بدقة جميل أطول آية تتحدث عن النار نجدها في سورة المدث الرقمها 31 أيوة كلماتها 67 كلمة لا توجد آية ذكر فيها النار بهذا العدد من الكلمات هذه أطول آية تتحدث عن النار جميل وسورة المدثر هي من أوائل السور في مكة نزلت أيوة ترتيبها ثلاثة أو أربعة أيوة وتحمل اسم النبي فهو المدثر صلى الله عليه وسلم قم فأنزر صلى الله عليه وسلم نعم يعني هذا التوازن ملفت للانتباه نعم نعم أنا نفسي وله دلالة فيما بعد سورة محمد صلى الله عليه وسلم تجد فيها غالبا حديثا يؤكد أنه من آمن بمحمد عليه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة مثلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم الآية رقم 6 أيوة إذن حديث يتعلق بماذا سورة محمد فيها حديث عن الجنة صحيح حديث عن من أطاع النبي دخل الجنة صحيح تمام تمام طيب الآن لننتقل إلى سورة المدثر معاك لن نجد هذا الحديث سوف نجد آيات مرعبة أطول آية طبعا هنا لنقول أطول آية تتحدث عن الجنة هي قبل أن ننتقل إلى الآية التي تتحدث عن نار مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل انظر هذا الوصف لم يرد في القرآن إلا في هذه الآية هذا الوصف الطويل للجنة للجنة آية طويلة هناك آيات كثيرة صحيح ولكن أقصر من هذه والطول هنا له دلالة دعني أرى أنتقل إلى أطول آية تتحدث عن النار الآن لترى شيء فعلا أنا والمشاهد منفعلين معك بشكل عجيب هناك اكتشاف سوف نراه الآن بلغة الأرقام أطول آية تتحدث عن النار قلنا في سورة المدثر التي تحبل اسم النبي صلى الله عليه وسلم صحيح صلى الله عليه وسلم وهذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة نعم أحد رؤساء قريش عندما قال فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر قال عليه الصلاة والسلام الصعود سأرهقه صعودا جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك أبدا إذن آيات مرعبة هنا طبعا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة انظر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إذن العدد يمكن أن يكون فتنة للكافر ولكنه زيادة في الإيمان للمؤمن وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ليستيقن الذين أوتوا الكتاب صحيح إذن هذه المعجزة معجزة العدد موجهة أيضا لغير المسلمين ليس فقط للمسلمين فهمت وقصد لغير المسلمين موجهة ليستيقن ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أما المؤمن ماذا ويزداد الذين آمنوا إيمانا بس المقصودين عفوا الدكتور عدد الملائكة نعم نعم هنا إشارة للعدد بشكل عام هو الآية خاصة عدد الملائكة أصحاب الملائكة أصحاب النار ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض هؤلاء الملحدون الذين يشككون في القرآن ماذا سيقولون وليقول الذين في قلوبهم مرضون والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا كذلك يضل كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى إذن هو ليس عدد محدد أعداد لا يعلمها إلا الله وما هي إلا ذكرى للبشر هنا القرآن فتح أمامك آفاق ليس عدد واحد إنما هناك أشياء فيها أجاز عددي سلسلة هائلة من الأعداد هذه مقدمة جميلة إذن أنت دكتور تريد أن تقول لنا والمشاهدين أن من أوجه إعجاز هذا الكتاب العزيز أن فيه إعجاز غير اللغوي والبياني والابتصادي والاجتماعي والنفسي وهو مناسب لهذا العصر وإعجاز رقمي عصر التكنولوجيا الرقمية وعصر التكنولوجيا الأرقام سبحان الله هذا يجعلنا نقف أمام كتاب الله مجدوهين مؤمنين مصدقين نقول لغير المسلمين لا حل لكم ولا نجاة إلا بالغوص في بحار هذا القرآن حتى تشهد قلوبكم وعقلكم أنه أنزل من لدن حكيم حميد أنزله بعلمه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم صدق الله العظيم دكتور عبد الدائم يعني أتحفتنا في ألبرت الأول أو الجزء الأول بهذه المعلومة القيمة من أن القرآن الكريم يقدم لنا إعجازا حتى بلغة الأرقام يعني سابق للزمان والمكان وكل ما وصلنا إليه في العصر الحديث نعم فيعني وكان سؤالنا في البداية هل هناك إشارات إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بعد هذه المقدمة الجميلة نعم قلنا في البداية إن كل رقم وكل حرف له دلالة في القرآن الكريم صحيح فأطول آية تتحدث عن الجنة وأطول آية تتحدث عن النار أين وردتا في سورتين تحملان اسم النبي صلى الله عليه وسلم نعم كأن الله يريد أن يقول لك من أطاع هذا النبي دخل الجنة ومن عصاه دخل النار الله أكبر ربط عجيب هذا ما سنصل إليه من خلال عمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماشي فضل دكتور إذن لدينا سورتان المدثر ومحمد صلى الله عليه وسلم جميل الأولى الاسم غير المباشر للنبي عليه الصلاة عليه وسلم المدثر صفة له والثانية اسم مباشر صلى الله عليه وسلم سورة المدثر معظمها آيات وعيد وتهديد سنصليه سكر وما أبركم سورة محمد لا الوضع مختلف فيها آيات عن الجنة وطاعة النبي والإيمان ولغة الحنان والرقة مع المؤمنين نعم صحيح إذن السورتين متعاكستين من حيث الدلالة اللغوية بين الجنة والنار طيب طيب كم رقم سورة محمد وكم رقم سورة مدثر سوف تجد هذا التعاكس أن رقم سورة مدثر انظر معي 74 رقم سورة محمد 47 واربعين العكس نعم 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 إذن حتى على مستوى رقم السورة الله تعالى وضع كل سورة في رقم أو تحت ترتيب في المصحف نعم والمصحف توقيفي كما يعلم المشاهدين نعم رقم القرآن 114 سورة جاءت سورة محمد عليه الصلاة والسلام رقمها 47 74 وانعكس الرقم المدثر 74 انعكس الرقم حتى لا يفهم بعض المشاهدين سورة متعاكسة لا انعكس الرقم نعم لانعكس لانعكس بعض المعاني في السورتين جميل سورة تتحدث عن النار والسورة تتحدث عن الجنة جميل الآن دعني أنتقل معك إلى الحقيقة التالية أكثر من هذه لنرى نحن لن نصل إلى نتيجة نهائية الله أكبر هذه كلها مقدمة نعم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب نعم حقيقة يقينية لا جد لفيه نعم بينما عدد أبواب الجنة لم يذكر في القرآن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن كباحث علمي يجب أن أجد الرقم سبعة في السورة التي تتحدث عن النار وأجد الرقم الثمانية في السورة التي تتحدث عن الجنة ننتقل للوحة التالية دعنا نرى كيف هذا الشيء المذهل سورة المدثر تتحدث عن النار عدد حروفها ألف وخمسطعش حرفاً يعني إذا قسمت ألف وخمسطعش على السبعة يعطيك عدد صحيح هو مية وخمسة وأربعين صحيح إذن عدد حروف سورة المدثر التي تتحدث عن النار من مضاعفات عدد أبواب النار هذا العدد ألف وثلاثمين وستين يساوي ثمانية مضروب بميتين وخمسة وتسين يعني إذا قسمت عدد حروف سورة محمد يعني يعني فيه شيء مذهل فعلاً هذا الترابط الذي سنراه الآن بين عمر النبي ومن أطاع النبي وأبواب النار وأبواب الجنة هذا العدد مجموعه ماذا يعطي إذا جمعنا العدد مية واثنين وستين زائد مية واربعة زائد واحد وسبعين زائد ستا عشرين زائد عشر زائد مية وستين يعطينا أربعمية وواحد واربعين تلاتا وستين مضروباً في سبعة عمر النبي مضروب في الرقم سبعة سبحان الله الآن السورة تتحدث عن النار انتبه الرقم سبعة واضح 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 دكتور لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول إن هذا مصادفة نعم أنتقل معك إلى اللوحة التالية التي تبين لنرى عدد حروف اسم محمد في سورة محمد جيس المدثن نفس القياس اللي قصت بيه سورة المدثن مئة بالمئة يعني اسم المدثن نعم هناك سورة مدثن هنا سورة محمد المشاهدين أكيد يمسكون هناك بالآلة الحاسبة والكالكوليطر نعم عجيب مجموعة هذه الحروف يعني مجموعة حروف اسم محمد عليه الصلاة والسلام في سورة محمد يساوي 504 يساوي 63 مضروبا في ثمانية عدد أبواب الجنة و 63 عمر النبي صلى الله عليه وسلم عدد أبواب النار ثمانية عدد أبواب الجنة نعم عدد أبواب النار سبعة سبعة نعم والسورة التي تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم وتحمل اسم محمد وتتحدث عن الجنة اسم محمد حروف هذا الاسم الكريم تكررت 63 مضروبا في ثمانية يعني أطول آية عن الجنة في هذه الصورة نعم هنا نحن يعني ملخص بسيط أن عمر حبيبنا عليه الصلاة والسلام ذكر بطريقة عجيبة جدا من خلال اسمه الكريم الله عليه وسلم حروف اسمه تكرار هذه الحروف صلى الله عليه وسلم وهذه حقائق يقينية مادية لا يستطيع لا ملحد ولا مشكك أن ينكرها أبدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك دكتور علازي المعلومة القيمة وأثمن على كلام الدكتور عبد الدائم لمن شكك في إلهية هذا القرآن الكريم والدعى أنه من عنده محمد صلى الله عليه وسلم نقول لهم إن هذا القرآن نزل على رسول الله فيه عتاب للنبي في آيات كثيرة كان يعاتب فيها النبي فكيف يعاتب المرء نفسه في كلام قد ألف إنه كلام الله تبارك وتعالى هذا القرآن الكريم نزل فيه حادثة الإفق التي تكلم فيها المشركون عن عرض وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة وظل النبي شهر كامل ينتظر الوحي حتى نزل نزل القرآن ونزل الوحي يبرئ ساحتها في صورة النور في عشر آيات هل لو كان القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم كان ينتظر هذا الوقت الطويل إنه كلام الله الذي أوحاه وأوحي به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين صدق الله العظيم نشكر الدكتور عبد الدائم كحيل على هذه المعلومات القيمة وفي لزان حسناتكم وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة سودعكم الله الذي لا تضيع ودائه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته الوحي هل لمعطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره جبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا